ومن جانبها أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين على الزخم الجيد الذي تتسم به العلاقات الأوروبية مع مصر مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير العلاقات السنائية وفي منشور لها على منصة X أشارت بوندرلاين إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال الأمن الغذائي لافتة إلى الشراكة الهامة للتكتل مع مصر موضحة أن لقاءها مع رئيس السيسي شهد بحث التعاون في مجال الهايدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأهداف مؤتمر المناخ كوب 28